تنفيذ التعليمات الوزارية تنفيذ التعليمات الوزارية تنفيذ التعليمات الوزارية تنفيذ التعليمات الوزارية وتهدف هذه المشاريع التي ستستفيد منها عملة وجد أنجاد وأقاليم بركان وتوريرت والناظور وغرسيف وجرادا وفيقيق والدريوش إلى تحسين ظروف عيش الفئات المستهدفة بجهة الشرق خاصة التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة والأشخاص في وضعية إعاقة بدون موارد والنساء في وضعية هجاشة قصوى ومرضى القصور الكلوي وداء فقدان المناعة المكتسبة في وضعية هجاشة فضلا عن فئات أخرى محتاجة بالنسبة للإقليم جرادا استفاد مجموعة المشاريع في هذا الميدان التي تهم الفئات المستهدفة بهذا البرنامج والمشروع المقترح بالنسبة لهذه السنة هو مشروع بناء وتجهيز دار الطالبة بجامعة المريجة الذي سيمكن من استضافة واحد المئة وعشرين تلميذة وسيساهم بكل تأكيد في محاربة لهضر المادرسي بالعالم القاروي هو يأتي كتتم المشروع الذي تم برمجته برمجة شطره الأول في سنة 2016 وفي ختام هذا الاجتماع الذي حضره بالخصوص أعضاء اللجنة الجهوية والسلطات المحلية ومختلف الشركاء المعنيين وفعاليات المجتمع المدني تم التوقيع على عدة اتفاقيات لتجسيد الأنشطة المبرمجة برسم سنة 2017 والتي تهم مختلف ربوع جهة الشرق